من أكثر شعوب العالم كرماً وسخاءاً؟ من أكثرها بخلاً؟ ما هي الدول التي تتصدر بلدان العالم في حجم التبرعات وقدمت العون للمتضررين من الحروب ومن الكوارث؟ قبل أيام كشف استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في أكثر من 140 دولة أن العراق احتل صدارة بلدان العالم كرماً مع الأجانب والغرباء هذا العام برغم من الصراعات والأزمات التي تعصف بالعراقيين أما ليبيا فقد جاءت في المرتبة الثانية والإمارات كانت أكثر دول منطقة الشرق الأوسط في حجم تبرعاتها أما كانت الصين وهي الأقل في حجم تبرعات على مستوى العالم رغم الصراعات التي تعصف بكثير من البلدان كشفت استطلاعات للرأي أن أهلها ربما يكونون أكثر كرماً مع الغرباء حين يحلون ضيوفاً عليهم خلافاً لما يعتقده البعض فالعراق الذي يواجه أزمات ومعارك طاحنة لتحرير أراضيه من قبضة داعش تصدر قائمة البلدان الأكثر كرماً مع الأجانب في العالم خلال هذا العام وفقاً لاستطلاع عالمي أجرته مؤسسة غالوب العريقة الاستطلاع الذي أجري في 140 دولة أظهر أن العراقيين للعام الثاني هم الأكرم مع الأجانب بنسبة تجاوزت 80% الاستطلاع أظهر أن ثمانية من بين كل عشرة عراقيين ساعدوا خلال الشهر الماضي شخصاً لا يعرفونه الاستطلاع حمل أيضاً مفاجأة أخرى وهي أن ليبيا جاءت في المرتبة الثانية من حيث كرم التعامل مع الأجانب بنسبة بلغت 79% فرغم الأزمة السياسية والفوضى لا يزال الليبيون يستقبلون الأجانب بالترحاب وفيما يتعلق بالتبرعات المالية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في دول الشرق الأوسط وبريطانيا أوروبياً وكينيا على رأس الدول الإفريقية أما الصين فكانت أقل البلدان كرماً المشرفون على الاستطلاع أرجعوا كرم الضيافة عند العراقيين والليبيين إلى أن أزمات بلادهم تدفعهم ليكونوا أكثر شفقة وكرماً مع الأجانب بل وأكثر تعاطفاً معهم ترجمة نانسي قنقر